اشتركوا في القناة مقطع اليوم من مقاطع قناة منصة اللغة الإنجليزية والأستاذ محمد أبو كيلة أهلاً ومرحباً بكم بنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع جديد وهو موضوع الصفات الصفة في اللغة الإنجليزية عبارة عن كلمة بنصف بها الأسماء بنوصف بها الإسم وممكن نوصف بها الضمير إذا كان عائد على الإسم فالصفات مثلاً زي كلمة bad، زي كلمة toll، زي كلمة good بنستخدمها لوصف الأسماء وتوضع قبل الموصوف بتاعها عكس اللغة العربية لغة العربية الصفة بتتبع الموصوف لا في الإنجليز الصفة بتسبع الموصوف فنقول مثلاً she is a good girl good وصفة كلمة girl وهي is a tall boy هنا طول وصفة boy يبقى الصفة هنا بتوصف الإسم وتسبقه والصفة لا تجمع ولا تؤنث هي كلمة واحدة مناسبة للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث هناك درجات كتيرة وأشكال كتيرة من الصفة أولها الصفة العادية المجردة اللي أنا بستخدمها في وصف إسم واحد زي لما نقول مثلاً kairu is big big صفة هنا ما تغيرتش طيب إذا استخدمتها برضو في تشبيه اتنين تشبيه تام بنفس الصفة ما بين as as بتكون الصفة مجردة بدون أي زيادة فنقول مثلاً kairu is as big as riad anas is as tall as أحمد الصفة هنا المستخدمة سواء كلمة tall أو big لم يتغير شكلها ولم يطرق عليها أي تغيير ليه؟ لأننا بشبيه اتنين ببعض أو استخدمتها لوصف إسم واحد دون ذكر طرف ثاني ولا مقارنة ولا شيء kairu is big مثلاً وأنas is tall هنا الصفات لم تتغير لكن إذا كنت بقارن اثنين في نفس الصفة اثنين يعني واحد زاد عن الثاني شوية أنا بغير في شكل الصفة شوي إذا كانت الصفة عبارة عن خمسة أحرف أو أقل يعني عبارة عن كلمة ذات مقطع واحد فيها صوت متحرك وحيد فقط بنحط لها ir في آخرها وبعدها كلمة than زي مثلاً لما نقوله أحمد is taller than فهد أو ألي is taller than عمر هنا كلمة tall أضيف لها ir وthan الكلمة لو كانت أكثر من خمسة حروف ذات مقطعين بنحط قبلها more أو less ونحط بعدها than زي كلمة expensive مثلاً car is more expensive أو less expensive than your car more أكثر وليس أقل هناك كلمات لا تقبل التغيير اللي احنا طبقناها قبل شوية قصيرة أو طويلة زي كلمة good وباد وفار بتتغير إلى better than وباد إلى worse than وفار إلى further than طيب إذا كنت بقارن واحد بمجموعة أو بفضل واحد على مجموعة إذا كانت الكلمة قصيرة من خمسة أحرف وأقل ذات مقطع منطق واحد حركة واحدة بنحط قبلها than ونحط لها est زي ألي is the smallest boy in our class إذا كانت أكثر من ذلك في عدد الحروف والمقاطع بنحط قبلها the most الأكثر أو the least الأقل زي لما نقوله كيرو is the most crowded city in Egypt أو this car is the least expensive car in my town هنا بفضل واحد على مجموعة في صفة أكثر من خمسة حروف أو ذات مقاطع كثيرة طيب هناك كلمات شاذة برضو في التفضيل على واحد على مجموعة عندي good بتبقى the best bad بتبقى the worst وفار بتبقى the farthest زي لما نقول أحمد is the best boy in his family أحمد أفضل واحد في عائلته my grades are the worst in my class درجاتي هي الأسوأ في فصلي هناك أيضا كلمات شاذة أخرى بس أنا حبيت هنا نحط good bad وفار كمثال فقط في أكثر منهم طبعا صفات كثيرة بتشذ عن القعد يبقى الصفات عندي 3 أنواع 3 درجات إما صفة عادية لا يتغير فيها شيء أو مقارنة بين 2 أو بفضل واحد على مجموعة وكل واحدة لها حالات مختلفة تمام حنكتب القاعدة وندون ونرجع الأمثلة اللي عندي كويس عشان نقدر إن شاء الله نفهمه ونشوفكم إن شاء الله في مقطع آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوناش باللايك والمتابعة